موسيقى قال عنه نزار قباني إنه يكتب شعرا بكاميرا وقال عنه صديق نيهوم هو من جعل الصورة تتكلم وكان منذ أواخر ستينة القرن ماضي يحمل الكاميرا ويرحل عبر العالم باحثا عن المعرفة وجمل إنه الراحل فتح العريبي الفنان الليبي المختلف منذ بداياته الأولى وصل البحث والتجديد في فن ظلت الأوساط الفنية والثقافية تنظر إلى ما يبدعه العريبي كانت بنغازي في النصف الثاني من القرن العشرين تقتدي ببيروت وكان مثقفوها وفنانوها يؤسسون لنكعة جديدة للثقافة والفنون في ليبيا ثقافة أكثر انفتاحا على العالم من أبرز وأقدم المصورين في مدينة بنغازي عمل في مطلع شبابه مصورا صحفيا بصحيفة الحقيقة في بنغازي ومجلتي الإذاعة وليبيا الحديثة في مدينة طرابلس ثم تحول إلى تصوير سينمائي للأفلام الإخبارية والتسجيلية بإدارة الإعلام والثقافة كان له دور كبير في إنشاء هذا المتحف هو الفنان فتح العريبي بالذات يعني يصرف عليه من مرتبة التقاعدي وكيف أنت شايف هذا المتحف الآن أصبح صرح يعني فيه مختنيات الفنان وفيه صور الفنان وفيه تاريخ ليبيا بالكامل من خلال الصور فرأينا أن نحافظ على هذا الأرث الذي لا يخصنا نحن وحدنا ولكن يخص كل من يهتم بالصورة في ليبيا كان الراهل من المصورين الذين يخرجون إلى الشارع ويلتقطون صورا لتفاصيل الحياة اليومية في ليبيا غير مكترثين بظروف المناق أو الأمن فغالبا ما تراه يضع مقتفا على ظهره يحمل أدواته مترصدا أي حركة تثيره متنقلا من مكان إلى آخر فنانا متجولا يختزل الحياة في صورة جمع العريبي أرشيفا فنيا كبيرا لليبيا وصورا وتسجيلات نادرة لبعض الكتاب الراهلين كالصادق النيهوم وغيره كما أقام سلسلة من معارض التصوير يزيد عددها عن ستين معرضا داخل ليبيا وخارجها هذا المتحف شيده أبنائه ليعلو اسمه عاليا كما كان ذي قبل رحل الفنان والكاتب الليبي فتح العريبي تاريكا وراءه ذاكرة كاملة من الصور ومجموعة مؤلفات من فن التصوير الفوتوغرافية وتاريخ التصوير الصحفية لقناة ليبيا الحدثة محمد العزومي بنغازي ترجمة نانسي قنقر